ما تخافش أنت الحتة اللي ماشي فيها إبليس يترعب ويمشي المكان اللي أنت ماشي فيه إبليس يخاف منك لو أنت في المسيح لكن لو مش في المسيح تفضل خايف ويزعجك ويحط إيده عليك حتى وإنت في الإيمان لو عارف أنك مش عارف أن أنت محميه يزعجك بيحكوا على ولد صغير أبوه صاحب أصر كبير والولد كلما يبقى في الجنينة فيه رجل جنيني شكل وعش يستغل الواد لو معه ساندويتش ياخده منه معه حاجة حلوة ياخده منه الواد يشوفه يخافه ويديه له وبعد كده بقى يشوفه والراجل يبرق له يخاف فأبوه لاحظ قال له فيه إيه ابني قال له الراجل ده كلما يشوفني يعمل كذا قال له طب تعال معايا وخده راح عند الراجل التاني فاضل ساعة الباشر مش عارف قال له هو ده اللي بيخوفك قال له اطلع بره وما تخش هنا تاني قال له يا بابا قال له اطلع بره التاني قال له حاضر يا بيه ومشي قال له عند اللي بقى يقوله تعالي هنا عم جالي قال له افنا قال له تسمع كلمة الله ده بعد كده الورد لما زعق له وكلم الراجل اللي كان بيخافه اكتشف انه بيخاف منه ليه لان بابا فهمه انت ابن مين لو تعرف انك انت ابن لله والمسيح ادانا سلطان انه دوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يدرك بشيء يتشال منك الخوف طول ما انت مش عارف هتفضل خايف اختار انت محرر من الخوف لو انت فهمت مركزك لو مش فهم هتفضل اسير انت اسير تعالي اليسوع انحرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار اشتركوا في القناة